السلام بنات كنتمنى الاحوال ديالكم والصحة تكون على خير كما كتلاحظوا اليوم جيتكم فيديو اللي هو تجميلي ومفيد لكم ولينا كاملين كما كتلاحظوا في الصورة هنايا عندي مجموعة من الزيوت اللي كتليق الجسم والشعر والبشرة اللي هي رائعة غنحاول كل مرة نشارك معاكم فائدة من هاد الفوائد ديال كل نوعية من هاد الزيوت اليوم غنشارك معاكم الفائدة ديال زيت السيمسم او زيت الجنجلان كما كتلاحظوا بان هاد الزيت غني ورائع بالفوائد ديالو بلي غنشارك معاكم المعلومات ديالو او الافادة ديالو غيولي معتمد عنكم وما غتوليوش متستغنوا عليه نهائيا لنظر للفوائد الغني بها اولا هاد الزيت معروف بانه من الزيوت اللي كيتعرف بها بانه ملكة زيوت نظرا لانه كيتسخدم في كتير من الاشياء اللي كترجع لنا بالنفع الجسم ديالنا والبشرة ديالنا والشعر ديالنا وكذلك اللي كيعاجوا بها الناس منذ القديم بعض الامراض للشفاء اولا هنطرق لكم الفائدة ديالو على البشرة ديالنا وعلى الشعر ديالنا اول حاجة هاد الزيت كما كتعرفو زيت السيمسيم او الزنجلان انه مفيد لنا بزاب ومغدي اعلاش لانه غني بمجموعة من الفيتامينات اول هاد الفيتامينات هو الفيتامين او ا ا هاد النوعين من الفيتامينات او ا ا ا ا انهم غنيين بالمواد المضادة الاكسادة وكذلك انه غني بالفيتامين دي او بي وكما بتعرفو ان الفيتامينات ذي الفوائض ديالو الكثيرة على الجسم ديالنا وكذلك بيه ا ا ا ا ا ا ا Armor هاد الفيتامينات كلهم كي اسلاموا البشرة والمشاكل ديالها واللي كيعطيها الن Moroccan وكذلك يحاربوا الجافاف ديال البشرة وكذلك كذلك جميع الحساسية اللي كتعترض لها انه البشرة ديالنا هادي بالنسبة للبشرة اما بالنسبة للشعر كذلك انه لهم فesi كثير وكبير للشعر ديالنا وكذلك حسن الفروة ديالنا هذه من الفوائد الأولى دياله أنه غني بالفيتامينات الأربعة اللي قتلكم عليها هو الفيتامين A و Ö وكذلك الدي وبي كذلك أنه من الفوائد ديال هاد زيت أنه غني بالأحمد الأمينية هاد الأحمد الأمينية اللي كدخل للجلد ديالنا أو كذلك جلد ديال الشعر ديالنا وكتحاول تعالجوه سواء بالنسبة للبشرة وكذلك بالنسبة للشعر اللي كتحاول تغلغل ودخلج در ديالها باش تحاول تعالجها من جميع المشاكل اللي كتكون فيها وكتعانيها من تساقط او جفاف او حساسيها كذلك بالنسبة لهذا الزيت كما كتلاحظوا انه غني بالمواد النافعة في نفس الوقت هاد المواد النافعة اللي كتصلاح كمضادة الاكسادة اشنو المعنى دي المضادة الاكسادة؟ ان هاد مضادة الاكسادة انها كتدخل البشرة ديالنا وكتنقيها لنا بطريقة طبيعية وكتحميها كذلك من المواد المسببة لسرطانة البشرة او الجلد وكذلك من المعلومات اللي نعطيكم على هاد الزيت هو ان هاد الزيت رائع لبشرة ديالنا بجميع المشاكل ديالها من جفاف وتقشر وكذلك الناس او السيدات اللي كيعانيوا البقع في البشرة ديالهم رقيق لها ورائع في تصفية ديالها مع المداومة وكذلك الناس اللي كيعانيوا الحساسية بجميع انواع ديالها في البشرة بالنسبة للاستعمال ديالها على البشرة ديالنا انا من الاحسن كناصيحة ما تستعملوهاش بالنهار لان فيها مواد اللي كتفعل لنا مع اشعة الشمس وكترجع لها بالعكس يعني فعود ما تفتح لنا البشرة وتعطيها النظارة انه كترجع لها بالسميرار هذه بالنسبة البشرة إلا بغيتوا تستعملوها على البشرة وتعطيها نتيجة رائعة بالنسبة لتفتيحه وكذلك الناس اللي كيعانيوا من البقع من الاحسن تستعملوها بالليل ومسبقا نغسلو البشرة ديالنا جيدا بالماء والصابون ونقيوها أو من الاحسن إلا كان شي قوماج نستعملوه مسبقا ونغسلوه عاد نستعملوها ثم نباتو بها ليلة كاملة وفي الغد كذلك نغسلوها بالصباح وبالنسبة النتيجة ديالها انها كتبان على مدة شهر مع المداومة انها كتعطي واحد تفتيح واحد النظارة وكذلك تجاعد وكتعطي كذلك الليونة والرطوبة البشرة ديالنا وكذلك تقلل من التجاعد هذه بالنسبة للبشرة ديالنا وكذلك الناس اللي كيعانيوا البقع كتعطيهم واحد نتيجة رائعة ولكن مع المداومة وعلى فكرة النابلين ستعملوها ماشي نطبقوها فقط ونخلوها ضروري ما ندروها على شكل ماساج مدة خمس دقائق حتى لسبع دقائق حتى كتتغلغلينا مع البشرة ودخل معها ثم كنباتوا بها ليلة كاملة هذه بالنسبة للفوائد ديالها على البشرة ديالنا اما بالنسبة للشعر كذلك اللي عندها واحد فوائد كثيرة اللي هي رائعة لا بالنسبة للشعر وكذلك لا بالنسبة للجلد ديال الشعر ديالنا انها كتحميه من التساقط وكذلك من الجفاف اللي كما كتعرفوا ان الشعر ديالنا او الشعر ديالنا كتقد كمية كبيرة ديال الماء هادك الماء هاد زيت رائع بالنسبة للحيوية ديال الشعر انه كيرجع لنا ذاك الماء اللي كتتساقطه الشعر ديالنا وكذلك تحمي حتى الجلد ديال الشعر ديالنا من شوفيه وكيو اللي مع الاستعمال كترجع لي الحيوية دياله ورائع وكذلك كتعالجه من المشاكل اللي كان عانيوها منها من تساقط وكذلك من جفاف وكذلك بعض الانواع ديال الحساسية ديال الجلد ديال الشعر ديالنا كنتمنى المعلومات اللي شاركت معاكم على زيت السيمسيم او زنجلان تكونوا استفتوا معايا لانه فعلا غني بالنسبة للفوائد دياله الجسم ديالنا والشعر ديالنا والبشرة ديالنا كذلك انه لقبة بملك الزيوت نظر لهذه الميزة او القيمة دياله بالنسبة اللي كترجع علينا بالفائدة وكذلك انه مفيد الانتهابات الداخلية للجسم بما فيها الانتهابات للجهاز الهضمي ولكن ماشي هاد النوعية ديال الزيت انه كان نوع ديال زيت السيمسيم او زنجلان اللي خاص بالاتهابات الداخلية للجسم اللي كتبع في الصيدليات وكم علومة او نصيحة بالنسبة اللي اللي بغيتوا تشريو هاد الزيت من الاحسن في الصيدليات او برافارماسي وتمن دياله رجيد مناسب ورخيص والقيمة دياله كما لاحظوا انه غنية وعنده فائدة كتيرة ومن بين الحواج اللي بغير ركز لكم عليها هو انه بليتشريو تاريخ صلاحية ضروري باش تعرفوا المدة اللي غايبت لكي تصلاح فيها وكذلك النهاية دياله كنتمنى الفيديو اللي شاركت معاكم اليوما نكون فتكم ولو بقالين من معلومات الخاصة بهاد الزيت وكما كتلاحظوا انه بالنسبة لهاد الزيت ديال السيمسيم او زنجلان انه عنده الفائدة نفسها ديال زيت اللوز اللي غنطرق لكم لهم كذلك الفائدة ديالهم فيديوهات القادمة وكذلك زيت الكوك وكذلك جانين القمح هادو من بين زيوت الرائع الرائع على البشرة ديالنا وكذلك الشعر ديالنا وكما كتلاحظوا انا هنا وضعت كمية ديال الزيوت غنحاول كل مدة نطرق لكم الفائدة ديال كل النوعية ديال الزيت بالفائدة ديالها على الشعر ديالنا وعلى البشرة ديالنا وعلى الجسم ديالنا كنتمنى الفيديو اللي شاركت معاكم اليوما نكون فتكم بالمعلومات الخاصة بهاد الزيت اللي هو غني وكتير كتير فوائد دياله وكنتمنى فعلا من زيوت اللي تكون موجودة عندكم في البيت ديالكم وانتمنى تردع لي في تعليقات ديالكم وشكرا مع السلامة الى فيديو اخر